السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير جايبالكو بقى وصفة جميلة قوي وسهلة وكلنا بنحبها وهي البطاطس الفريسكاس البطاطس دي دايما بنشتريها او بنجيبها من دايما المطاعم اللي بتعمل فراخ الكنتاكي والتكوي ودايما مشهورة قوي في مطاعم دايما بنطلبها لزيزة والولاد بيحبوها قوي عشان بتكون مقرمشة وبعمولة بطريقة حلوة كده مش بطاطس مقلية عادية كمية كبيرة قوي زي ما انتم شايفين بمكونات بسيطة جدا جدا لو هتشتري ربع الكمية دي مش هيجي حق التكلفة اللي احنا كان لفناها بجد حلوة جدا وهتعجبكو قوي وهتعجب ولادك وتغيير وتجديد تقدر يتعمليها من غير اي حاجة جنبها وتقدر يتعمليها طبعا جنب الفراخ الكنتاكي والحاجات اللي بنعملها في البيت عشان نفرح بيها ولادنا انا هنا معايا طلت بطاطسيات حجم متوسط قطعتهم زي ما انتم شايفين كده مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي متوسطة بس ما تكونش رفيعة اهم حاجة ونجيب حلوة ونحط فيها مية ونغليها كويس على النار طبعا البطاطس بعد ما اشرناه وقطعناها غسلناها كويس عشان نشيل منها النشويات وهنزلها في المية السخنة اللي بتغلي دي ونسيبها حوالي عشر دقيق عشر دقيق بس على ما نجهز الخلطة اللي هنحطها فيها الخلطة بقى عبارة عن ايه كباية من الدقيق عليهم نص كباية دقيق درة دقيق الدرة الناعم ومعلقة من البيكين بودر معلقة كبيرة ممسوحة او معلقة صغيرة مليانة وهنحط معلقة ملح وهنحط معلقتين من النشا انا طبعا هكتب لكم كل الخطوات دي في صندوق الوصف عشان ما تطلق بطوش ومعلقة بابريكا ومعلقة توم بودر ومعلقة بصل بودر وهنقلب كل الحاجات دي كلها كده وهنحط عليها مية من الحنفية عادي خالص عشان تدينا قوام زي قوام الكيك كده الخليط ده بنحط فيه البطاطس وهو اللي بيدينا الطعم الجميل بتاع البطاطس طبعا طعم مختلف وطعمها حلو قوي مش قادر اقول لكم كان طعمها طحفة وعجبت ولادي جدا وقالولي احلى كمان من اللي بنشتريها من برا على الخليط اللي احنا حطنا ده هنحط كباية من المية وهنجيب نص كباية مية تانية نبتدي ناخد منها شوية بشوية لغاية ما تدينا قوام زي قوام الكيك هتشوفوه دلوقتي هنقلب كويس عشان نخلي الدي يدوب كده في المية اللي حطناها زي ما انتم شايفين انا بزود مية شوية شوية عشان ما تخفش مني خالص هزا اقول لكم الريحة بتاعة التوابل اللي حطناها جميلة قوي قوي مدية ريحة حلوة قوي وده كله البطاطس طبعا هتشربه هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا من المية السخنة هي كده بقى لها عشر دقيق مسافة ما عملنا بس الخليط مش لازم المية تبرد خالص شايفين البطاطس حتى شكلها تغير كده يعني تحسوا ان هي ابتدت تبقى شفافة شوية يعني تقريبا استوت نقدر نقول ربع تسوية لما حطناها في المية السخنة هنقلبها كويس بقى في الخليط بتاعنا ده عشان كل البطاطس يجي عليها الخليط اللي احنا عملناه او الخلطة الجبارة دي طبعا لو بتحبوا البطاطس تكون حارة هتحطوا طبعا شوية فلفل حامي بس انا حطيت بابريكا عشان انا ولادي هم اللي هيكلوها عايز قلوك والله عجبتهم جدا 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 وقلولي يماما احنا خلاص مش هنشتريها من برة تاني دايما تعملها لنا في البيت هنقلب كويس اوي زي ما انتوا شايفين وهنخلي الخليط كده يتوغل في البطاطس ونسيب البطاطس دي مسلا ساعة على جنب كده علشان تشرب من التدبيلة هعمل نفس الخليط اللي احنا عملناه في الاول بس مش هحط عليه مية هجيب كوباية دي وعليه نص كوباية دي درة وحط بكم مش هحط بكم بودر بقى هحط بس توم بودر وبصل بودر وحط بابريكا وشوية فلفل اسود وشوية ملح الكميات بتاعت البهرات دي هتكون اقل ومعلقتين من النشا نفس الكميات البهرات اللي حطناها في الاول اللي هي توم البودر وبصل بودر والبابريكا هنعتبرهم معلقة صغيرة في الخليط التاني الخليط الاول بتكون معلقة كبيرة ومعلقتين نشا ومش هنحط بيكين بودر خلاص احنا حطينا البيكين بودر في الخليط اللي هو فيه السويل اللي هو حطينا فيه المية وهنبدله ان احنا نحط شوية فلفل اسود بس قلبنا الخليط بتاعنا وهخلاص البطاطس كده شربت من الخليط اللي احنا سبناها فيه حوالي ساعة هنحط زيت سخن على النار ونبتدي نطلع البطاطس نحطها في خليط الديق بتاعنا اللي احنا بهرناه وننزلها في زيت سخن زي ما انتو شايفين الوصفة سهلة وبسيطة جدا وعايز اقولكو بعد ما بردت فضلت مقرمشة زي ما هي بالزبط كأنك لسه قليها لو هتقعد اربع خمس ساعات بعد ما تقليها هتفضل مقرمشة برضو ومحتفظة بالقرمشة بتاعتها شايفين هوريكو دلوقتي بيبقى شكلها ايه في الزيت طبعا سهلة جدا انا بعملكو واحدة واحدة علشان اوريكو انا بغلفها ازاي بالدقيق انما انتو لما تيجوا تعملوا البطاطس في الديق اللي هو الخارجي ده هتحطوا يعني كمية خمسة ستة سبعة كده وتقلبوهم في الديق وبعدين تقلوهم في الزيت بس لازم تنفضي ديق كويس كده من عليها علشان ما نبوز الزيت والديق يتحرق فيه ويبوز شكل الزيت خالص فلازم تنفضيه كويس اوي شايفين انا ابتديت احط كميات بقى وقلب كده بايدي كلهم هيتغلفوا وانزل بيهم واحدة واحدة كده على الزيت شايفين عملت على طول طبقة كريسبي كده من برة وطبعا مناكها لان احنا حطينا فيها شوية بهارات حلوين اوي هسيبها في الزيت لغاية ما تتحمر كويس ما نقلبهاش اول ما نزلها الزيت نستنى شوية لما تدينا اللون الاحمر ده علشان تكون تقرمشت من برة وما يحصل لهاش حاجة يعني ما تتكسرش مننا واحنا بنقلبها انا بفضل قلب فيها كده علشان تدينا اللون الاحمر اللي شفته في اول الفيديو بس طبعا هنا الاضاءة مش مبينة قوي شكلها هطلحها على مناديل المطبخ علشان تنزل كل الزيت اللي فيها وبتتقدم وبتتقدم بالشكل اللي انتو شايفينه ده كاتشاب بقة مايونيز تمية بتتاكل مع اي حاجة والله عايز اقول لكم مش محتاجة حتى صص نحطها جنبه لانه البطاطس متبهرة وطعمها تحفل شايفين كمية قد ايه كمية كبيرة جدا عملناها بمكونات بسيطة اوي يا رب الوصفة تعجبكم وتنفزوها طبعا اكيد هتنفزوها علشان الولاد بيحبوا الحاجات دي اوي وحلو اوي ان احنا نجيب لهم كل حاجة في البيت لاننا مش بنقدر نخرجهم زي الاول شايفين شكلها عامل ازاي يا رب الوصفة تعجبكم وكون عند حسنة ظنكم ومش هطول عليكم ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك لو عجبتكم القناة او عجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته